كن يا بني آذم كعابر سبيل واترك وراءك كل عمل جميل وما أنت في الدنيا إلا ضيف وما على الضيف إلا الرحيل واترك بصمة تذكرك الناس بالخير أصلحي 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 ما استطعت وخلي شعارك في الحياة الآية الكريمة إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سنتمنى أن الفيديو يرقاكم في أحسن الأحوال كما العادة شكرا جزيلا للأخوات الجدد اللي معايين ونضموا القناة وكذلك المتتبعات القدامة شكرا لكم جزيلا وألف شكرا على جميع التعاليق الطيبة إن شاء الله اليوم الفيديو سيكون تطبيقي سوف نوريكم في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نشارك معكم تعقيم القراءة كذلك واحد لاصوس اللي كتصلح الفطائر وكتبقى خارج تلاجة مدة سنة مخيرة ما كيوقع لها حتى شي حاجة واللي اللي سأعتمدوها في بيت الخزين واللي وريتها لكم في الفيديو السابق لكن قبل كنوريكم بعض اللقطات من الأشياء اللي كانت عندي معلبة باش أخوتي مبقاش بناتنا قاعد تقول مصداقية دائما الحمد لله الحاجة اللي كان قولارا هي اللي كينا باش ميكونش دكسو قضا لأنه كين واحد الأخت كتبات تعليق واحد قاد تقول لها دي كدرارة غير شريتيها معلبة ورجعتك بيتيها وهذا لأن بنت لزعمة مقدارة مزيان ومهم ها هي قدارة مقدارة ها ديك صغير ورارة كون جبتها غرصة علي ها هي قدارة مزيان الحمد لله هنا ماشي داب الفيديو لا نوريكم كيف اشتعل بي الدراء ولا كيف اشتعل بي ولا كيف اشتعل بي وكيف اشتعل بي الخليع كذلك نوريكم لاقطات من الخليع ان شاء الله يكونوا في فيديو واحدة آخر لكن دابة نوريكم ماطايشة بنسبة لأخوات لأنها عندك ماطايشة والقرعة وذلك شو ما نوريه دابل لأن الموسم ديك طايحن شوية في ثامن كي لغيقول لك اشتعل بي الخليع اشتعل بي الخليع هنا بالنسبة لأخوات الناس اللي في اسبانيا شريو حولي ودبحي اللي يدك بالطريقة الإسلامية مزيان غيطح لك الرخاص نقلبوه على شيء اللي يديني نقية وطبع الحال ثمن يكون مناسب حولي أخوتي اللي في اسبانيا أنا شريته هذا 70 دول أورو 14 فريال مغربية صوبت به منه واحد الكيمياء دول الخليع كذلك بقال بي الشواب هذا الدوارات الرأس نحن كامل يمكن لغيت السهل بالنسبة للدبح في اسبانيا فهو مسموح به ولكن في المنازل في الأماكن خاصة عند الناس اللي تشريم عندهم من حولي راه من تم يمكن لغيت الدبح وكل شيء وكل شيء يبقى عندهم يعني مكتروني موالوا يجيبي الحولي يمشي الزوج ديها كله يدبحوا الطريقة الإسلامية ويجيبوه هنا درصد كيمياء الخليع ان شاء الله فيديو آخر كما قلت لكم دا بغى نشارك معكم واحد سوس طومات اللي تهياء هات نفع بزاف الفطائر الفيزات المقارونيات وذلك الشيء كتجي غزالة كتبقى خارج تلاجة مدة يعني طويلة يعني حتى العام والحمد لله بالنسبة للقراعي اخوات المقارونيات اللي هنا في الخارج يعني ما كيرقوا مني يجيبوهم اذا بغى تدير بيت الخزين انا من امازون شريت هذه الكيمياء وكانوا عندي شيء وحدي اللي كنت استعملتهم قبل ويبقى لك تغسليهم غير فقط الشرط ان القرعة ما تكونش الغطاية ديها مصدية هادو شريتهم من الناس اللي في اسبانيا بغيتي تبحثي في امازون كتبي طاروس انا غدي نخليها في صندوق الوصف ولا غدي نخليكم اللي ينبج ادخلي نيشان وما كيجيو استوربعين قرعة كاتبين استوربعين قرعة لكن انا توصلت بخمسين واحد صديقة ديالي توصلت بخمسة وخمسين قرعة يعني انتي ومزهرك ولكن التالية فيهم استوربعين قرعة كيطحولك على اسم اورو الوحدات قريبا ولا تسعود تسعين ارخيص من الاماكن اللي غادي تشريهم لان الحجم ديالهم مناسب وانقيين طريقة تعقيم القراعي بعد ان تغسلوا مغسيل عادي ديلي شي كاسرونة كبيرة ديليم فيها شي منديل ولا شي حاجة هي باش ميبقاش يتقرقبو يعني قبل من كيكون المبارد وكيبداي يبقبقو وكيبداي يغلي راتي بداي يتقرقبو ذاك القراعي باش مييتقاصوش مع الدزاج صافي وديري فيهم ذاك القراعي حاولي انك ما تحشيش يديك في الفصل من القراع بعد ما تعقميها اعليها انا عندي هاديك اللي باش كنهز القراعي هاديك نفعتني بزاف شريتاتها هي من امازون هي و باش كنك بغزالة كاتهز القراعي القراعي كما كان الراس ديها الكبيرة صغيرة يمكنك تجمعها وتحكمي فيها وكتهزي وكت وما كت تقيسيش قاع القراعه وما كتتحرقيش فهد الادناء اللي كنت كنصوب لعشال وليداتي كما كيبالكم را كان صوب سباكيتي يمكنك تديري هاكا تعقمي قراعات تديري واحد المنديل وديريهم على الفم وديرهم بحال هكا وخليهم حتى تبغيت تستعملهم كيكونوا معاقمين انا درتهم في النيل وقلت ها نوجد لكم ثم هاد الاسوس اللي غا نشارك معاكم سافدي الطريقة استمرت انا هكا هاد الاسوس انا درت فيها فلفلاء الحمراء بما انا كانت عندي تفلفلاء كان قطع فلفلاء وما طيش اللي بغيت تديري غي ما طيش عادية تصبري ما طيش عادية الحريرة بلا ناكاهات لا تديريش هاد المرحلة هي الفلفلاء ما بغيتش ندير اعادة الفيديو هو نفس الطريقة فقط فهمتوا؟ يعني اذا هاد الاسوس اللي غا نصبرها خارج دلاجة مدات حتى لسانة ما كيوقع لها التحاجة وغا تبقى مخيرة غا ندير فيها فلفلاء تبعوا المراحل انتم قطعت فلفلاء بطريقة عشوائية مشي ضرورة تكون من الضماء لان من بعد كل شيء غا ديت تتحنوه كذلك مرطيش اخليتها بالقشور ديالها لان نستفد من من الفوائد لان الفوائد رأى في القشرة كذلك عندي بعض الافكار انت قشور المرطيشة كيف تستفدوا منهم صافي بقيت كان قطعة كحت عمرت القصرونة وصافي مرطيشة اخوتي كما نقول لكم را ما زال غا تغلى ما زال غا تغلى وما زال من يقرب رمضان بالنسبة لبيت الخزين را ما تقدع لي غلال لو مولاتي راوى واحد الفن وواحد هو خصو الدراع خصو الدراع ولكن مني كتديريه في الدار وتيكون اولا غير احساس انت بيت الخزين في الدار كيعطى واحد الاحساس جميل كيعطى واحد دفء لبيوت ما كتعرفيش شنو احنا ماشي درول الخوف من الاسعار ارتفاع الاسعار ولا شي حاجة را بزاف دي الاسباب تقدري غير تمرضي تقدري ما عندك جهد طيب ويحنا مكينات صافي مني كيكون عندك الجهد كتديري هاد الشي كتدير الخدمات العام وصافي الساعة اللي عندي الجهد لك كان طيب الساعة اللي عندي جهد ولا عندي اشغال ولا عندي ترابد ولادي نقلسنا مع ولادي ربي ولادي ماشي مقا قاسر في الكوزين 24 ساعة راحنا كنديره هاد هاد الخزين كيصلح في هاد الأوقات أوقات الأزمات الصحية الأزمات المادية الأزمات بجميع أنواعها كما قلتك على جميع المستويات هاد بيت الخزين كيصلح كديري وقفه انتع واحد نهار يومين ولا كل مرة كديري شوية بحلي كندير انا فاش كنكون كنقضي شغالي وكنشوف عندي الجهد كننعس وليلاتي اكترية كندير في الليل اكترية في الليل هاد شي وكننصوب اولا هانا كنطيب العشاء هانا كان هذا البوطة خاوية خاوية قدامي كنستهلك كنصوب ولكن من بعد هاد شي غايهني كما كنقولوا الواحد لمدة كنستمر بهاد العملية كنقطعتها مطايشة بطريقة عشوائية مطايشة لكانت عندكم قاسحة حيث كان واحد مطايشة كتكون قاسحة مميهاش بززاف زيدي لها واحد كوي صغير الماء ايه معلمة هادك من بعد هاد يرك اطلاق المديلة كانت عندي كير طباو زوينة في هالمديلة ما تزيدي لها تحاجد الماء انا كانت عندي هنه ايه مطايشة بطريقة الله غزالة غزالة هاد نعزل فيها شو gyps صافي كتديرها فق البطاء في اللول على عافية مهيلة وخليها حتى تنزلها وقيتحركي شوية فيها بشي طيب كل شي يعني ندرنا كمية كتيرة لانتو مرة بدات كتطلق المادية لها صافي وكتبديت بحلها كتتحركي فيها حتى كت هذا مني كتطيب أنا نوريكم كنصفيها لأنك بشي كيزول من ذاك الزريعة والقشور لك شي مش كتبقى صافية حيث عندي كمية كبيرة أنا نوريكم فين صفيتها سوف يستمروا في هذه العملية شوف أخوتي لي ما تعجبوش في حال هذه الفيديوهات ما يبقىش يحمق راسو ويدخل ويبخصم دياله ويدي الدنوب وعافتي للناس كي كتجمع الدنوب كتجمعهم بوحد طريقة زعمة سهلة ويسهلة تقول خيرا أو صموت والحاجة اللي ما تعجبنيش ما ندخلش لها قاع أنا بعدها شخصيا حاجة اللي ما ما تعجبنيش ما ندخلش لها أو لا صدفتها بحلقة حاجة اللي ما شين مو ضيرة ما كان بيش تعليق ولكن لك كان شي حاجة شي روتيني ومشي شوها بنانم ديال لك شي شعواده شي مشكيل تعال لا عطيتي رأيك الخاص وما عجبك شو استنكرتي من حقك وكنات شي غير طبخه غير بويوت وتنظيم بويوت ولكن الحمد لله ما شين حاجة اللي حرام ومعيب كي يبقى غير مسألة كل واحد وشخصيته كل واحد كي يشوف الحياة فهمتون انتو ما هنا جبت هذا القاصرون هذي وجبت الكسكاس أنا كمية كبيرة جبتنا بقى نصفي بشوية 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 جبت الكسكاس ويبديت نصفي فيها قوة قد كان حرك ما طيشها بشي بقليل بقى شي شوائب يطحنتها لاني يطحنتها مزيان كما كنت شوفه لأنه يستمر سيكون هذا الحجم لكن يجب أن تفعله لكي تستعمل القوة الكسر و تقوص الماعن في نفس البلاصة التي تصبح فيه و تحني فيه و تنوضي ناضيه سوف يبقيتك تستمر بهذه الحركة من هذه الحركة حركة 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 هذا الهبط و تصبح لبهات المحرك و إلا تصبح شوائب أو قشور و شيء مهم لكي تحني من هذا الشيء مزيان سوف يبقى من الفوق كما قلتكم هذي الوقفة انت على النهار ومشيتها النهار غير واحد الساعة ولا ساعتين دلما قانا قاع والحمد لله كتتريحك واحد المودة انا ده بك نجمع في بيت الخزين ما غنبقاش نقاس فيه داما فوقاش هنقاس فيه هناك نقاس فانا في بيت الخزين نيك يكون عندي الأزمات الأزمات ليست فقط المادية الأزمات نتعى الوقت ما عنديش الوقت أزمة الصحة ما عنديش الجهد هذو كلهم احنا كنتعرضولهم كنيسة وهذا الفكر هذا دبيت الخزين خاصه يرجع خاصه يرجع بقوة بالخصوص حنا دابا راح نفو حد الغلاء وما زال غتغلال حاجة هذي من ناحية المادية من ناحية كما كنقول لكم تسحارب ندمره شلا ما يدار قبل تكاصروا ناحية هذا هذا اللاصص غنخليها أنا الفطائر وغنخليها للمعجنات كذلك السباكيتي ذلك المقارونيات شنو درت درت الزيت ودرت معلقة التوماء قبل إذا كنتم لديكم التوماء مطحونة ناحية عندي التوماء مطحونة قبل إذا كنتم تسلقي مطايشة وفلفلات دري ريوص التوماء وتحنهم معها كذلك يمكنك تضيفي ورقة سيدنا موسى يمكنك تضيفي أهزير يبقى كل واحد وهذا صافي درت زيت البلدية معلقة القصبور يابس هذا معلقة التوماء عامرة وعين كميزة كلا حسب الكمية كل واحد والكمية صافي درتها تغلي 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 ومين تقرب شي شوية كذلك سوف نضيف الإضافة الأخيرة وهي أوريغانو اللي يسميها الزعتر بالنسبة للناس إسبانيا أوريغانو أنا قد نقول شي كلمة باش الأخوات يبقوا يبحتوا عليهم ويرقاهم أوريغانو هو الزعتر بالنسبة للأخوات اللي لم يفهموا اللغة ولا ما عارفوا ما فيها بس نحن نتعلمهم بعض ديارتنا صافي وسوف نضيف كما قلتكم الزعتر يمكنك تضيفي ورقة سيدنا موسى قبل يمكنك تضيفي توماء ريوس ميوت كونيكا تسلقيها يمكنك تضيفي اللي بغيتي بالنسبة لك أنت بغى تغليها غير الحريرة لا تضيفي هذه العملية لا تضيفي هذه المرحلة لا تضيفي لها الزيت البلدية ولا تضيفي تغليها غير الحريرة سلقيها غير لا تضيفي قيماتها عادية وطحنها ولكن قبل القراءة يكونوا معقبين أنا نوريكم كيف تضيفي لها لكي تكون سيربية مدة طويلة أخوات تبارك اللارة لا سنأتي نوريكم على هذه الحداقة ولكن كان اللي لم أعرف كان اللي عند بديها حياتها كانت تانا في الأول فش كنت بزد حوج ما كنت نعرفهم وبشوية شوية كنت تعلموا كيتبعوني أنا أخوات عاد جوجو وعاد ولدتهم صغار كان اللي لم تضيفي فكرة لا هي كنت نذكروها فهذا القناة للتذكير وللتشجيع وللتحفيز كيتبارك اللارة اللي كتكون عارفة ولكن ما بحالة هاونات ولا عقزات ومني كتشوف هاتش راكت تشجع وتحفز وتنوض ويمكن لها تدير أحسن مني كيكون عاود عندها شي لمسات ديالها تبارك اللارة كل واحد ورالي تبارك اللارة ما خفش عليكم وعاود اللي ما عارفة شرحة تستفد تهية وتبدأ بالنسبة للأخوات اللي ما عمرهم كونسيرفا ديروا أي حاجة ديروا منها أنا ملفة يعني كندير كميات كبيرة ديروا غي كمية صغيرة جربي غيب كيلو دماطيشة وديروا واحد جوش قريعة ولا ثلاثة القريعة وحطيها وخليها واحد المدة ديال هذك وجربي ولا تبعتي هذه المراحل اللي كنقول لك مستحيل ما تنجح لك مستحيل أكيد غادي تنجح لك أنا ما غنورك شي حاجة اللي غنضيعك فيها لأنها تشغية يبقى على قبتي فقط تبعي المراحل كلها واحدة بوحدة تعقيم القراعي الغطاية القراعية لا تكونش مصدية فجي تكبي أنا شرية هذيك نتعلي كبان لك الدواز ولا جمعت شكي يقولوا له هذي كنهز القراعية من أمازون تهية فجي تكبي حول ما أمكان ما تطيحيش مجنب انت على القراعية لأنه لا إلى ومع ذلك ما زال غاً مسح الجوانيب مزيان ديال القراعية صافي كان عمره تقريباً تخلي بتها من واحدة سبية يعني فهمتي صافي كان عمر انهاك صافي قراعي كامل كام شي معاهم شو تبارك الله هذي كم ديال ما طيشة ودهك فلفلشة أدعت لي عشرات القراعي يعني الوازن ديال المره ماشي 450 مليل تركي وزنه هذ القراعات يعني مخير ينقع مزيان هذ القراعه هذي انتع هذي الصلصة لي كتكون واجدة أرا ديلين أورو 990 غي قراعه واحدة أرا ديلة واحدة تقريباً جوج أورو يعني هذو العادي في الأماكن العادي اللي تكونوا هكا من السمين وفيهم زويتة بلدية وفيهم هذي شي أراها غالي شي شوية وحنا طبق الله بدك الكيمياء القليلة انتع واحد جوج كيلو ديال تقريباً ديال ما طيشة وواحد ربعات الحبادة وحنا طبق الله درنا عشرات القراعات هذي مازال غا نزيد هذي شي غيدة باك نوريكم كتجربة مازال غا تشوفوا بيت الخزين ديالي معايا غا تبعو خطوة بخطوة جبت منديل لنقي هذي العملية هي جد مهمة متستهنوش بهذه العملية نقي وفي الزكتو بشوي يجد الخل وبدأت نمسح الجنب كاما هذي حدايا كنتشوف حدايا الخل أخوتي وبدأت نمسح ذلك الجنب القراعية لماذا؟ كمعارفين ذلك الجنب القراعية لمشا تبقى تماما وعفن الى عفن يضيع لك احنا ما بغينا لعفن لولا احنا بغينا حاجة صحية احنا هذي كله نقلبه على الحاجة اللي صحية ومزيانة اللي غا تفيدنا على جميع جوانب وبدأت تصدي القراعات حاولي تصديهم جيدا حاولي تصديهم جيدا حاولي تصديهم جيدا ولا يجي الزوج ديار تصديهم لك او لا وتأكديمي ان القراعات تصدي الغطاية تلك كانوا مزيانين وكانوا قدامين ومستدين لا تصديهم جيدا وبنسبة الاخوات السؤولتني وحد الأخت قالت لي برح اسماء كيف يمكننا نكونسرفه وفي قراعات البلاستيك هذا البلاستيك اللي خوتي البلاستيك لا يمكن لك حيث نديرهم لهم واحد العملية انت على التعقيم حمام مريم حمام مريم هذا يبقى نمودة طويلة مع قراعات البلاستيك يدوب البلاستيك ليس صحي الزج الزج ولتع الكونسرف اما قراعات البلاستيك يمكننا اخذنه فيهم غير قطاني ودكشينا نوريكم طريقة تخزي القطاني لمدة طاويلة وهاتشي كله الحمد لله تعلمته معند هاد الصديقة دي لي الرومانية انا كان عندي فكرة ولكن صراحة الله شي حويج نوريهم لكم اللي شديتهم عندها ماشي كل شي شديتهم عندها كين هاتشي كنا نشوفه في المغرب عند والدين عند عقوز تهي كانت مولوعة هاتشي وقلست معها واحد مدة سنة تباك الله عليها تهي كانت إنسان مع عملية الله يرحمها وسع عليها صافي وكان ديل الماء انا كنغبي مني كتدي القراعي زيان كنغبيهم هنا باش كتضمني انهم غايكون مزيان بدرت كاسر هنا بدرت منديل حاولت نزير ذاك القراعي مزيان وإلا كانوا وما زال غنزيرهم تب منديل مجنان ما تخافش ما غايت تحرق ما تشي حاجة اعلاش باش ما يبقاش يتقرقوا ذاك القراعي صافي وغادي نخليهم هنا مني كي بدأوا يغلي وانا راني زربت راخليتهم صافي مني كي بدأوا يغلي كتحسبي ما بين نص ساعة 45 دقيقة صافي ومني كتبدي القرعة مني كتبدي القرعة كتقل بها على الفم لو كن هذه العملية ردوا البال اخوتي انت قدرت تحرقي لما عرفش شهزي انا عندي هذي هذي كنهز بها مخيرة هذي براسة هاي كنتي بغاية تبدي بيت الخزين من الأساسية يعني زوينة كما قلت لكم منين تالي كل شيء وتعمري القرعة وكي يكون معمرهم أصلا بلصوص سخون غادي تقبطي بغاية تخليهم مدة طويلة غادي تقبطي الكاسر وانا تديري فيها منديل انا كان عاود للاخوات بشي فيهم اكتر تديري فيها منديل وتديري فيها الماء غبيهم الماء وستفيدك القرعة فيهم هاكا وخليهم مني يبدأ يغلي الماء مني يبدأ يغلي الماء حسبي ما بين نص ساعة حتى 45 دقيقة مخيرة انا هنا كنت قدرتهم طول وتساعة يعني ليس طول وتساعة 40 دقيقة 40 دقيقة عفوان أخواتي الله يجازيكم بخير 40 دقيقة صافي و وزيرة مني نجي بديها زيرة عاود زيرة يقر علي انا مني يبدأ يسخن و يبدأ يتحرك اذا كنت قدرت شيء وحدة ترخف عاود يزيرة وقلبيها على فمها صافي كنت تستمر بهاد العملية تبا قلنا نصف القرائعات في الماء بارد نضيف لهم الماء نضيف لهم الماء نغبيهم من تل فوق يلي كي عمر غين نص انا كنغبيهم تل فوق الضعمان ديال التعقيم المزيال المزيال رهما يتهرسوا انتم مشتموالوا رهما سخونين اصلا نضرت فيهم لاصوس سخون وصافيك نقلبهم على الفم سوف نغطيهم بمنديل بمنديل تصبح من حركم مش دا بسخان تصبح صافيك وكتكون انتهت العملية تصبح ومن بعد كي ممكن انتم مغا تشوفوا ديالي معايا رهما يبقى ومودة انا مغا نستعملوا مش دا با انا بغا نربي بيت الخزين ان شاء الله في الفيديوهات القادمة دا بغا نوريكم تصبح كل شيء اللي كندير انا في داري القرعة الكوفيتر القرعة السفرج هاتش اللي عندنا الموسم دياله ويش اللي بغا يدير مراء غادي نهضروا بزاف على هاتش ديال الخازين وذلك شيء ولا ربما نديروا شيء لايفات ولا شيء حاجة نتكلموا اكتر على هاتش كنتمنى انني كون شرحت مزيان ولي ما فهمت شيء تكتب ليت على قنعة ونشرح لاختي ورهما زال جايين فيديوهات كما قلت لكم سوف تدريح كل مرة تشوفوا عمليات تصبير ويجب تساعدوا بزاف طرق تصبير مهم ان هاتش القراءات صغيرة هاكا يعني هاتش طريقة كنقضهم ونختم ونقول إن اريد الا الاصلاحة مستطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت وإله اوني شكرا لكم غايت بحواد المراحيل ان شاء الله غادي تنجح مليون في المئة الله يسهل عليكم والله يعطيكم الجهد والصحة باش تقدروا هات الشي الله يسهل عليكم